من البوابة الاقتصادية على ما يبدو يحاول الأردن إعادة علاقاته مع نظام الأسد عبر معبر نصيب فيعلن الملك الأردني عبدالله الثاني عن عودة وشيكة للعلاقات التجارية مع نظام الأسد خلال اجتماع مع شخصيات أردنية ووجهاء عشائر فيما تعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام عن السماح للسوريين المقيمين في دول الخليج بالعبور إلى الأراضي السورية من معبر نصيب بعد إعادة فتحه عقب تنسيق بين مسؤولين في الحكومة الأردنية ونظام الأسد التحركات الأردنية مع النظام جاءت بعد حراك سياسيا للملك الأردني عقب زيارته للبيت الأبيض وتصريحاته المثيرة للجدل المتعلقة بالنظام فما الذي يبحث عنه الملك الأردني مع نظام الأسد المحكم بعقوبات أمريكية أوروبية ضمن حزمة عقوبات شملت شخصية محورية وشركات تجارية واقتصادية فهل تستثني تلك العقوبات الحركة التجارية مع الأردن؟ ومع تطورات المشهد العسكري في درعة والتي تسير بالتوازي مع عمليات إعادة فتح معبر نصيب الواصل بين مناطق النظام في الجنوب السوري والأردن لا تبدو بعيدة عن تلك المحاولات التي يسعى نظام الأسد من خلالها بسط سيطرته الكاملة على الجنوب السوري ومن خلفه الميليشيات الإيرانية فهل يمكن للأردن أن يتحمل تبعيات تلك السيطرة؟ قد تصطدم عملية إعادة فتح الحدود البرية مع نظام الأسد بالعقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على شخصيات ورجال أعمال مقربين من الأسد وتلك تحديات هي الأبرز التي تواجه إعادة العلاقة التجارية مع نظام الأسد فهل يستطيع النظام والأردن الالتفاف عليها من خلال إدخال شركات جديدة وشخصيات غير خضعة للعقوبات؟ أم أن تلك الإجراءات سوف تقف عند جدار عقوبات قيصر؟